اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان يلزمهم بذلك او يعزرهم تعزيرا يرجعهم عن الدعوة عن الدعوة الباطلة لانه لا يمكن ان نتعلى الناس وشياطينهم احرارا يقولون ما شاء ما شاءوا مادام لنا قدرة والحمد لله وسيطرة وسلطان فيجب ان نرجع هؤلاء حتى لا يعيثون في الأرض فسادا وإذا كانت الحرابة في أخذ الأموال من الناس حكمها معروف إنما جزاء الذين وحريبوا الله ورسوله ويسعن في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب أو تقطع عيديهم وارجلهم وخلاه أو ينفى من الأرض إذا كان هذا في أخذ أموال الناس والاعتداء على حياتهم الدنيوية فكيف بمن يسلب الناس دينهم ويحرمهم الدنيا والآخرة لأن الكافر يا جماعة الكافر خاص في الدنيا والآخرة كيف ذلك؟ في الدنيا كل يوم يمضي لن يعود إليه أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وما الذي استفاد؟ ما الذي استفاد من هذا العون الذي مضى؟ نعم؟ لم يستفد شيء حتى وإن بلغ المتعة أعلى المتعة الجسدية فإنه لم يستفد خلاص راح واليوم التالي والتالي إلى أن يموت كذلك خسر في الآخرة خاسر ولا غير خاسر خاسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وهمهم يوم القيامة هؤلاء الذين عدون الناس إلى الكفر والإلحاد معناه يريدون من الناس أن يخسروا الدنيا والآخر أيما أعظم فسادا هؤلاء أو الذين يأخذون المال أو يقتلون الناس الأول شد وأعظم ولذلك نحن نحذر من الاستعمال الفكري والخلقي والمنهجي الذي يبثه أعداء المسلمين اليوم في القناوات الفضائية وفي الأنترنت وما أشبه هم الآن لا يستطيعون أن يغزوننا بالسلاح إذا كنا على هذا الوعد والحمد لله لكن يغزوننا في إيش في الأفكار والأخلاق والشبهات أما لو كانت دولة ضعيفة غزوها بالسلاح أليس كذلك وهذا انظروا الحوادث الآن بالشيشان وغيرها ولهذا يجب علينا أن نفكر في الأمر تفكيرا جديا على الأقل أن نتحصن نحصن أنفسنا من هذه الوافدات علينا اللهم احفظ علينا دينا وثبتنا عليه إلى الممات وقوي ولاة أمورنا على أعدائنا وصلتهم عليهم تسليطا يردعهم عن الشدي والفساد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة